اليونان القديمة اسبارتا صيبيان مالطا الحروب الميسينية والعبيد نيساء اسبارتا السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات صيبيان مالطا كان الأطفال الضتور في اسبارتا يؤخذون من عائلاتهم في سن السابع ويعيشون في ثتانات أسترية حيث يتعرضون لحياة طاسية وخشنة ويتدربون على مختلف التمارين الرياضية والأسترية لتقوية أجسامهم وكان يقدم لهم الحد الأدنى من الطعام واللباس لتأويدهم على حياة الشظف حتى أنهم كانوا يسيرون حفات أثناء الطرس البارد الحروب الميسينية والعبيد في النصف الثاني من القرن الثامن قبل الميلاد أدت الزيادة السكانية في اسبارتا إلى الحاجة إلى التوسع فقررت اسبارتا مهاجمة جاراتها ميسينية تمكن الإسبارتيون في حربين مريرتين من إخضاع الميسينيين وتحويلهم إلى عبيد وكان العبيد يقومون بكل أعمال الصخرة والزراعة في اسبارتا نيساء اسبارتا كانت نيساء اسبارتا من أرسل النساء تحررا في اليونان القديمة كانت الفتيات تعيش في المنزل ولكنها تخضع لتدريبات صارمة وتمرين جسدية قوية كانت الإسبارتيات تحظين بمكز وحرية لا تتوفر لدى النساء الأخريات في اليونان فقد كنا يذهبن أينما أردن ويزن جاراتهن بدون إذ مسبق من أزواجهن وكنا قادرات على إدارة مزرعة العائلة وإعطال عوامل العبيد حقيقة مهمة إذا كان الطفل الإسبارتي المولود حديثا ضعيفا ومشوها فقد كان يلقى في أحد أودي الجبل تاردي توس لأنه لن يصبح جنديا جيدا حين يكبر اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بأرت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد